بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز لو شفناه في المنام نعرف ان ان شاء الله احنا على موعد. على موعد لتحقيق امنية. اه كمان من الرموز اللي بنقوله على تحقيق امنية صعبة. اه كانت صعبة على الرأي. اه كمان من الرموز المبشرة بحج او بهمرة. اه كمان من الرموز المبشرة بقدوم رزق. اه بقدوم اه اموال. اه لو كان الرأي اه مزيون او في ازمة مالية فبشارة لي بسداد دينو. اه كمان من الرموز المبشرة اه بازواج. اه كمان اه من الرموز المبشرة بسماء اخبار اه سعيدة. اه كمان من الرموز اللي بتدل على اه مناسبات سعيدة مناسبات مفرحة. اه كمان من الرموز المبشرة اه بازرية. لو كان الرأي اه بيسعى اه زرية. اه كمان الرموز ده من الرموز المبشرة بانجاب اه زكر. والله اعلى واعلم. كمان من الرموز المبشرة برزق اه وبسفر. والسفر ده هيكون اه سبب في اه في رزق وفي اموال هيحصل عليها الرأي كمان. اه ممكن السفر ده يكون لعمل ووظيفة كمان انه يحصل من خلاله على اه منصب. اه كمان من الرموز اللي بتدل على قرب معاية الولادة وولادة اه سهلة وميسرة لو كانت امرأة اه حامل. اه هنتكلم على الرمز ده بالتفصيل هنعرف هو ايه وكمان هنعرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها اه دلوقتي. الرمز اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو اه رمز الزواج. اه رؤية الزواج اه في امتى بيدل على الحالات اللي اهنا اتكلمنا عليها. اول حاجة لو اه شاف الرأي ان هو بيتزوج اه من امرأة اه ميتة. الزواج من امرأة ميتة ده تحقيق اه لامنية او تحقيق اه لي اه او امر معين كان صعب او كان اه مستحيل هيناله الرأي او هيحققه. اه كمان لما يشوف ان رأي ان هو اه بيتزوج حد اه من المحارم. سواء اه الامة او الاخت او حتى المرأة تشوف ان هي بتتزوج حد من المحارم. اه فدي من الرموز اللي بتدل على اه همرة او على اه حج. اه كمان ممكن تدل على منفعة هيحصل عليها ان رأي من وراء الشخص ده ممكن مثلا امرأس او ممكن اه اموال هيحصل عليها الرأي. اه كمان لما يشوف الرأي ان هو اه بيتزوج من فتاة اه جميلة. فمن الرموز اللي بتدل على اه حصوله على اموال وعلى خير وعلى رزق صاح يعني لي اه الرأي. اه كمان لما يشوف تشوف الفتاة العزباء ان هي بتتزوج من شخص اه هي مش عارفة في المنام. اه والشخص ده كان شكله اه يعني اه وسيم مش قبيح وكمان تحس ان هي موافقة على الزواج ده مش غصبا عنها. فاولا بيدل على نجاح. كمان بيدل على اه بالفعل اه ارتباط وزواج. اه كمان من الرموز اللي بتدل على حصوله على خير وعلى اه اموال. لو شافت ان هي اه يعني بتتزوج من رجل هي عرفاء وبتحبه اه وشافت ان هي اه يعني الجواز في المنام فيه صعوبة شوية فدي ممكن تدل على خلافات اه ممكن تحصل اه ما بينهم. لو شافت ان هي بتتزوج من شيخ كبير اه في السن فده خير هتنولوا كمان ارزاء وكمان نجاح في حياتها بشكل عام. المرأة المتزوجة لما شوف ان هي اه بتتزوج اه اه بتزف لو كانت متأخرة في الانجاب او كان بتسعى للانجاب فبشارة لها بالانجاب. وفي الغالب بيكون ولد والله اعلى واعلى. اه كمان لما شوف ان هي بتتزوج زوجها اه يعني مرة تانية اه فدي برضو اه يعني من الرموز برضو اللي على حب واستقرار اه ما بينهم. اه كمان لما شوف ان هي بتتزوج من رجل مش اه يعني غير اه زوجها فده اموال هتحصل عليها كمان خير قادم اه لها. اه لما تشوف المرأة المتزوجة ان زوجها هو اللي قام بتزوجها من حد من المحارم بتاعتها او شافت ان هي بتتزوج حد من المحارم فده اه ربح اه واموال قادمة اه ليهم عن طريق عمل. يعني اه في عمل هما هيعملوه هيكون اه هيجيب منفع عليهم سواء اموال او اه ارباح ومكاسب لو كانوا هما اه يعني اه تجار. كمان من الرموز المبشرة بي اه قدوم اه اه منفع لو كان الرأي اه شاف انه بتتزوج من الاب مثلا فده منفع اه هتحصل عليها المرأة. اه كمان المرأة الحامل لما شوف ان هي بتتزوج زوجها مرة اه تانية فده حمل جديد. وفي الغالب هيكون ولد والله اعلى واعلى. اه كمان ان شافت ان هي بتتزوج من رجل غير زوجها فده صفر للزوج والصفر ده هيعود بمنفع عليهم. اه كمان شافت ان هي بتتزوج من شخص بتعرفه في المنام فده اقتراب اللي معاد الولادة. كمان الزواج من المحارم بيدل على اه سلط رحم لو كان اه في خصومة ما بينهم. اه لما يشوف الرأي ان هو اه بيتزوج اه من اه فتاة يهودية. الزواج من اه فتاة يهودية اه لو كان هو يعني بيرتكب زنوب او معاصي فدي التوبة. اه لو شاف ان هو بيتزوج من فتاة نصرانية او فتاة اه مسيحية فده معناه انه اه شوية الاموال اللي هو بيكسبها شوية فيها شبهة اه حرام. لو شاف اللي رأي الكعكة بتاعت الزواج او ترتد الزواج فدي اه قدوم اخبار اه سعيدة اخبار مفرحة اه للرؤية. اه لو شافت المرأة ان هي بتدور على فستان الزفاف ومش لقياه فلالاسف دي بتدل على مشاكل ومتاعب وخلافات اه ممكن تمر بيها في حياتها. اه كمان اه لما تشوف ان هي بت بتحضر حفلة زفاف ولكن لوحدها اه مش معايا حد اه فده شوية بيدل على اه يعني. لكن ان شافت ان هي بتحضرها ولاية مبسوطة او فرحانة فده ده غير في حياتها للافضل وللاحسن. كمان بشارة ليها اه بالسعيدة. اه لكن لو شافت ان هي بتحضر حفلة زفاف لوحدها وهي مش مبسوطة في شوية احساس بالوحدة او شوية اه متاعب ممكن اه تمر بيها. اه ده كده باختصار رؤية الزواج. اه فسرناه للرجل فسرناه للحامل للمطلقة للمتزوجة. اه بتمنى ان يكون اللي فيديو عايقكم. لو في اي سفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرودت عليكم. اه بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. موسيقى موسيقى موسيقى